والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هذه الصورة الكريمة افتتحت بالقسم بالسماء وما فيها من هذا الوصف قال الله تعالى والسماء ذات البروج والبروج جمع برج مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع وهي النجوم والكواكب العظام أو منازل الشمس والقمر التي هي 12 برجا تسير الشمس في كل واحد منهما في كل واحد منها شهرا ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا فذلك 28 منزلة ويستثر ليلتين والسماء ذات البروج وقيل إن السماء ذات البروج أنها منازل الشمس القمر اللي 12 برجا وقيل إن البروج هي النجوم العظام تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والسماء ذات البروج واليوم الموعود هذا أيضا قسم ثاني بيوم القيامة وهو الموعود وقوعه وبعث الناس فيه كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وشاهد ومشهود الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية وشاهد ومشهود قال اليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيء من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه والمشهود هو يوم عرفة والحديث رواه بالخزيمة وفيه ضعف لكن بعض الأئمة قال أن هذا إنه موقوف على أبي هريرة من قول أنه قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة هذا موقوف على أبي هريرة هو لا صح واليوم الموعود هو يوم القيامة وأكثر المفسرين يقولون أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أما اليوم الموعود فهو يوم القيامة بلا شك وقيل الشاهد هو الله بقوله وكفى بالله شهيدا وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك أمته شهود والملائكة والجوارح شهود أيضا وقيل غير ذلك قال ابن القيم وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك والعالم والعالم والمعلوم والرائي والمرئي يعني الشاهد والمشهود الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة وكل هذه أيام عظيمة وكل هذه أيام عظيمة يوم الجمعة يوم عظيم له فضله ويوم عرف يوم عظيم وله فضله ويوم القيامة يوم عظيم وله هوله قتل أصحاب الأخدود وهذا هو جواب القسم والمقسم عليه عند أكثر المفسرين إذن أقسم الله عز وجل بماذا؟ أقسم بالسماء ذات البروج والمنازل وأقسم بالشاهد وأقسم بالمشهود على أنه قتل أصحاب الأخدود قال ابن القيم الأحسن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود ما معنى قتل أصحاب الأخدود؟ قتل أي لعن أشد اللعن وطرد وأبعد عن رحمة الله أشد الطرد والإبعاد وأهلك أصحاب الأخدود والأخدود جمع مفرده والأخدود مفرد جمعه أخاديد والأخدود هو الحفرة المستطيلة في الأرض الشق المستطيلة في الأرض يسمى أخدود وهذه القضية أصحاب الأخدود هؤلاء صار فيه كلام للمفسرين من جهة مكانهم هل هم في اليمن أم في الحبشة؟ ولا يهم تحديد المكان المقصود أنه جاء في ما يتعلق بموضوعهم حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه أنه كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت وضعفت وربما يحضر أجلي فادفع إلي غلاماً وعلمه السحر فادفع إلي غلاماً فكان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى هذا الغلام إلى الراهب فسمع من كلامه فأعجب بكلامه وكان إذا أتى الساحر ضربه قال ما حبسك وإذا أتى أهله ضربوا قالوا ما حبسك فالشك ذلك إلى الراهب فقال الراهب إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر فبينما هو ذات يوم على هذا إذ مر بدابة قد أغلقت الطريق دابة عظيمة حبست الناس فلا يستطيعون المرور قال اليوم أعلم أمر الراهب خير وأحب إلى اللهم أمر الساحر فأخذ حجراً وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس فضربها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال له أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليك فكان هذا الغلام يبرئ الأكمة والأبرس وسائل الأدوى بإذن الله ويشفيهم فسمع بهذا جليس للملك وكان أعمى فجاء إلى هذا الغلام وقال اشفني وأعطيك كذا وكذا قال أنا لا أشفي إنما أشفي الله فإن أمنت بالله شفيتك فآمن بالله فمسع عينيه فأبصر بإذن الله فجاء إلى الملك فقال الملك من رد لك بصرك قال الله قال كيف فما زال به حتى دل على الغلام فأخذ هذا الغلام فجاء به الملك وقال أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرس وهذه الأدوى قال ما أشفي أحد إنما يشفي الله قال أنا قال لا قال أولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فأخذه فلم يزال يعذب حتى دل على الراهب فأتي بالراهب فقال أرجع عن دينك فأبى فوضع المنشار على مفرق رأسه وقسمه نصفين قتله ثم قال لمن عنده خذوا هذا الغلام فإذا توسطتم البحر فأغرقوه فذهبوا بالغلام وتوسطوا به البحر فانكفأ بهم القارب فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال إن أصحابك قال كفانيهم الله عز وجل فقال لآخرين خذوا هذا الغلام فإجعلوه في ذروة جبل فإذا صار فيه على الجبل ألقوه فطلعوا به على الجبل فرجف بهم الجبل فهلك وجاء إلى الملك يمشي قال إن أصحابه قال كفانيهم الله عز وجل ثم قال للملك إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به قال ما هو قال تأخذ تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام ثم تصوّبه إلي فحينئذ تقتل فجمع الملك الناس في صعيد واحد والناس تسامعوا بخبر الملك إنه عجز أن يقتل هذا الغلام فلما جمع الناس وصل بهذا الشاب هذا الغلام أخذ سهما من كنانتي ثم قال بسم الله رب الغلام وصوّبه فقتله فقال من الناس آمنا بالله رب الغلام رب الغلام كيف سبحان الله حصل ها أيه بدل ما هو رجل واحد آمن الناس كلهم جميعان فأمر جنوده فشقه لخاديد في الأرض وصار من لم يرجع عن هذا الدين اللي هو النصرانية فإنه يقذف في هذه النار وهذا الحديث في الصحي المسلم فجاءت امرأة ومعها صبي فأرادت أن تقع في النار في هذا الاخدود فكأنها رحمة الصبي فأنطقه الله فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق يا أمه اصبري فإنك على الحق فاقتاحمت مع صغيرها هذه القصة تبين شيئا مما جاء في هذه الآيات الكريمة قال الله قتل أصحاب الأخدود لعن هؤلاء المجرمون الظلمة الذين جلسوا على جانب الأخاديد يتلذذون بمشهد النيران وهي تلسع ظهور المؤمنين قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود صاحبة الوقود والحطب الكثير المتأجج إذ هم عليها قعود فهم على الأسرة يتفرجون على أهل الإيمان وهم يحرقون بهذه النار أي قلوب من هذه القلوب الفاجرة الكافرة الظالمة قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هم على ما يفعلونه بالمؤمنين أو على فعلهم بالمؤمنين من فتنتهم عن دينهم وطرحهم في النار وتعذيبهم شهود ينظرون بأعينهم ويشاهدون المؤمنين وهم يعذبون بالنار فلا تتحرك شعرة في أجسادهم قلوب قاسية قلوب غليظة لا ترحم أحدا نزعت الرحمة من قلوبهم وجبلوا على الجبروت والظلم والطغيان ما تتحرك مشاعر الرحمة في قلوبهم وميرون المؤمنين يعذبون إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود ما هو ذنب أهل الإيمان ما لهم ذنب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله ما وجدوا عليهم شيء من النقص والخلل والعيب الذي يدعمه هؤلاء المجرمون أنه عيب إلا أنهم آمنوا بالله وهذا لا يوجب العقوبة هذا يوجب إكرامهم وإعزاز المؤمنين والحفاوة بهم والاعتزاز بهم ونصرتهم لا يجب تعذيبهم أن عرفوا الله يعذبوا كما قال سحرت فرعون أهل الإيمان قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا هذا هذا اللي تنقموا ما نقموا من أهل الإيمان ونجدوا عليهم شيء لمن أجل أنهم آمنوا بالله كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وما نقموا منهم لا يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز من أسماء سبحانه وتعالى له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع فهو ممتنع أن يناله أحد بسوء وهو الذي يعز المؤمنين الحميد الذي يحمد جل وعلا حميد في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره له الحمد في الأولى والآخرة ويحب من عباده أن يحمدوه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمدوا عليها ويشربوا الشربة فيحمدوا عليها الذي له ملك السماوات والأرض هذه صفة ثالثة فهو مالك الخلق جميعا كلهم يتصرف فيهم كما يشاء وهو قادر على الانتقام من هؤلاء والله على كل شيء شهيد فهو مطلع سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد والله على كل شيء شهيد ثم قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين عذبوا أهل الإيمان فتنوهم وصدوهم عن دينهم ثم لم يتوبوا ما أحدث توبة من هذا العمل ولا أقلع عن الكفر ولا ندم على ما مضى وسلف لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة فتح باب الأمل لهم قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود من الرحمن التواب عذبوا أولياءه وقتلوهم ثم يفتح باب التوبة لهم سبحانه وتعالى ويتوب الله على من تاب لأن التوبة أحب إلى الله من العقوبة والعفو أحب إليه من الانتقام سبحانه وتعالى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب مقابل عذاب حريق مقابل حريق لكن فرق بين عذاب يكونوا لحظات وينتهي فرق بين نار الدنيا حريق لمدة ساعات تنطفي وبين عذاب أبد الآباد وبين حريق لا ينطف أبدا حريق النار ما ينطف أبدا أما حريق الدنيا فإنه ينطف أبدا ساعاته منتهي وتذهب أرواحه من الجنة فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فانتصر جل وعلا للمؤمنين بمجازات أصحاب الأخدود الذين أحرقوا بنار الكفار بأن هؤلاء الفاعلين لهذه الفعلة الشنيعة سوف يحرقون بنار جهنم والجزاء من جنس العمل ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها لأنهار ذلك الفوز الكبير وهذا بيان لما عده الله لأولياء المؤمنين بعدما ذكر عذاب الأشقياء لهم ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد فبطشه سبحانه وتعالى وعقوبته وانتقامه وأخذه للمجرمين والطغاة الظالمين شديد لكنه سبحانه اقتضت حكمته أن يمهلهم لكنه لا يهملهم فمن حكمته أن يمهل الظالم حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول رحمه الله حتى يلعنه الناس جميعا لأنه قد لو عجل الظالم والمجرم والباغي بعقوبة في منتصف ظلمه وبغيانه لو يجد من الناس من يتعاطف معه لكن اقتضت حكمة الخالق جل جلاله أن يمهل الظالم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول رحمه الله بل جميع أهل الأرض كل من علم به يصمه باللعنة والغضب وهذه حكمة لله ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلْ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَقَالْ فَيَاتٍ أُخْرَى إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ولهم عذاب مهين بعض الناس يقول عجباً من إمهال الله للظالم كيف لا يأخذه نقول الله لا يتهم في قضائه الله حكيم الله حكيم جل جلاله يمهل لحكمة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فلا أحد يدبر مع الله بل يستسلم ويوقن أن اختيار الله جل جلاله له خير من اختيار العبد لنفسه فالله لا يتهم في قضائه سبحانه وتعالى له حكمة التامة والعلم الشامل الكامل إنه هو يبدئ ويعيد من تمام عزته يبدئ يخلق ابتداء ويعيد يبعث الخلق بعد الموت الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الغفور الودود الغفور جل جلاله لمن تاب والودود مشتق من المودة ويخالص المحبة فهو عز وجل ودود محب ومحبوب يحب أولياءه المؤمنين وهم يحبونه سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وفي اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور معنى اللطيف وهو أنه عز وجل يرحم عبده ويغفر له إذا تاب ويحبه مع ذلك ولو كان قد أسرف إذا تاب ذو العرش المجيد صاحب العرش سبق أن العرش هو سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسعها المجيد من المجد وهي العظمة والكبرياء والسعة ذو العرش المجيد وخص العرش بهذا لأنه أعظم المخلوقات ولهذا قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش المجيد فعال لما يريد فلا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى ثم قال تعالى هل أتاك حديث الجنود هل جاءك يا محمد خبر الجنود ممن عصوا الله وكذبوا رسله وماذا حل بهم من البأس والعقوبة والنكال من هم فرعون وثموت وقد مضى تفصيلهم في سور متعددة لكن هنا إشارة موجزة من باب الإيقاظ والذي سبق التفصيل فيها كثيرة بل الذين كفروا في تكذيب ومع هذا لا يزال الكفار في تكذيب وجحود والله من ورائهم محيط فهم لا يفوتونه سبحانه وتعالى إن ربك لب المرصاد بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله من الوحي قرآن مجيد قرآن عظيم رفيع المنزلة واسع المعاني عظيمها كثير الخير معجز في ألفاظه ومعانيه وأخباره في لوح محفوظ في اللوح المحفوظ عند الله تعالى لا يبدل ولا يغير وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ محفوظ من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتحريف إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والله الموفق